أهتابكم الله المستمعة نون ميم ألف تقول أرجو توضيح معنى الآية التالية وهي قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمغازة من العذاب ولهم عذاب أليم هذا وعيد شديد وأصل الآية في المنافقين في اليهود أصل نزول الآية والله أعلم في اليهود فإنهم هم الذين يتصفون بمثل هذه الصفات القبيح حبون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من المخالفات والمعاصي ويفرحون بذلك ويتبجحون به ويفرحون بأذية المسلمين وغير ذلك فهم يفرحون بجرائمهم بدل أن يتوبوا ويستغفروا ويندموا هم يفرحون بذلك فهذا دليل على عدم مبالاتهم والخصلة الثانية الذميمة يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يعني شانهم الرياء والسمعة والمدح ولو لم يفعلوا خيرا الإنسان إذا فعل خيرا فإنه لا يفعله من باب الرياء وحب المدح والثنى فكيف إذا أحب المدح والثنى على شيء لم يفعله فهذا أمر أشد نعم قالوا فلا تحسب أنهم بمفاز هذا وعيد من الله بمن جات بمفازة يعني بمن جات من العذاب ولهم عذاب أليم مؤلم موجع هذا وعيد شديد على مثل هاتين الخصلتين الذميمتين نعم نعم